فضيلة الشيخ أنام كثيرا عن صلاة الفجر ولا أصليها إلا وقد خرج وقتها وقد حاولت كثيرا أرجو أن ترشدني أثابكم يا أخي اتق الله وخذ بالأسباب التي تعينك على أداء صلاة الفجر في وقتها النوم المبكر وإذا كنت تخشى أن تغلبك عيناك ففعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم من السفر وعرّس ومشى إلى آخر الليل أمر بلالا أن يحرس له الليل وقال يا بلال اكلأ لنا الليل فهذا يدل على أن كل من نام متأخرا أن عليه أن يعمل بالأسباب من أن يوصي أحدا يوقظه سواء من قرابته أو من جيرانه أو يضع المنبهات الحمد لله الآن تيسرك وأما بالنسبة للأعذار فهذا ليس بعذر أن الإنسان يتعاطى أسباب ضياع صلاة الفجر ثم يقول أنا نائم فهذا سيحاشبك الله عليه وأمر الصلاة عظيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما قال في صلاتهم عن صلاتهم ساهون فتعاطي الأسباب في السهو والغفلة مثل التجار والبيع ويسه عن صلاة ثم يقول سواء ما أدري أو تعاطي الأسباب بيأتي متأخرا ويقول إن النوم النائم مرفوع عنه القلم وأنا مرفوع عني القلم هذا كله لا يغني لك من الله شيئا تأخذ بالأسباب وتحس أن هناك فرض أن هناك فرضا فرضه الله عليك وأن الله لا يقبل صلاة الليل بالنهار ولا يقبل عمل الليل بالنهار ولا عمل النهار بالليل فكل عمل موقت بوقته إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فأدي فرض الله واحذر من نقبة الله ولا شك أنك إذا تعاطيت الأسباب فسيزول عنك ما تجده أما قولك وهو خاتمة السؤال وقد حاولت كثيرا هذا كله من عبث الشيطان أشعرك الشيطان أنك لن تستطيع ولو أنك جعلت أمام عينيك النار وتذكرت الذين ينامون عن الصلاة كيف يعذبون وكيف لما ثقلت رؤوسهم عن أداء عبادة ربهم كيف يعذبوا فعندها تستيقظ من غفلتك وتكفيك النصف الساعة والساعة فيا أخي في الله هذا ليس بأمر عظيم أن تقوم لفرض الله وتؤديه في الوقت الذي أمر الله بك أعطاك الله الكثير ورضي منك القليل وجعل الفجر لك بخمسين فجرا إذا صليت الفجر الواحد هي خمس وهن خمسون فجعل لك الأجر مضاعفا وفي هذه الحالة لما تنظر أن الفجر بعشر ومضاعف بعشر من الله سبحانه وتعالى وأن الثواب فيه بهذا الضعف المضاعف لا شك أن أهمتك تشمه فأنت تكون ما بين الخوف والرجاء تخاف من عذاب الله وعقوبة الله في إضاعة الفجر وتطمع في رحمة الله في أداء صلاة الفجر في وقتها وإن الله سيعظم أجرك من نام متأخرا وقام لصلاة الفجر وأداها في وقتها والله يعلم شدة تعبه ونصبه فأجره عند الله أعظم ومقامه بين يدي الله أسلم فمن جاهد نفسه في أداء هذه الفرائض في وقتها فإن الله يوفقه ويعينه ويسدده فخذ رحمك الله بالأسباب وأشعر نفسك ومن حولك زوجتك حينما تراك حريصا على الصلاة وأنه حينما تضيع لك الصلاة أمرها عظيم كان بعض السلف إذا فاتته الصلاة مع الجماعة يعزى كما يعزى الرجل في ولده إذا فاتته الصلاة مع الجماعة لو جاء متأخرا يعزونه كما يعزى في فقد الولد من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله يعني كأنه فقد أهله أجمعين هذا إذا فاتته صلاة العصر والبردان العصر والفجر أمرهما عظيم فأنت إذا أشعرت زوجك وأولادك ومن حولك فإنهم خير معين لك على الشيطان وعلى نفسك ذكر بعض الأخيار أنه قدم من دوامه بالظهر متعبا منهكا قال فجلست واتكأت في المجلس وكانت نيتي أن أصلي العصر فغفت عيناي يقول فأذن المؤذن فشعرت بالأذان لأن المسجد قريب من بيته ومسكنه قال فجاء ابني ومضى وقت ولم أقم فجاء ابني صغير في السن صلى الله عليه حظ لنا ولكم الذرية نرزقنا وياكم صلاحة الذرية قال فتلى قول الله عز وجل عند أذني فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلها إلا الأشقى قال والله كأنه قرعني بصوت من نار فزت من الرعب والخوف وقمت وصلي مع الجماعة هذه أوهام من الشيطان أنك ما تستطيع وحاولت ما قدرت لكن والله إذا لفت عليك لفائفك ورميت في قبرك وحوسفت عن كل صلاة عندها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت هذا يقولها الإنسان ندما على كل صلاة ضيعها وكل طاعة ضيعها لعلي أعمل صالحا فيما تركت والشيء الذي ترك وضيعه من الصالحات ومن الطاعات أردني يا رب حتى أتداركه وعندها تعلم أنك تستطيع وما تستطيع وتعلم أن هذا خداع من الشيطان والنفس الصلاة عمود الدين بين الرجل وبين الشرك هذا إمام الأمة صلوات الله يسعى يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وفي رواية بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة والترك قد يكون بالأسباب بتعاطي الأسباب بإهمالها والتقاعص فيها اللهم إنا نعوذ بك من الغفلات ونسألك بعزتك وجلالك أن تلهمنا رشدنا وانتقينا شح أنفسنا وانتلطف بنا بلطفك وانتتولانا برحمتك وأنت أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين